رسالةٌ الى رسالةٌ الى نواب مصر عضاء البرلمان خمسمائة ستة وتسعين عضواً او ربما خمسمائة ستة وتسعين الا واحداً حيث اه تجرى انتخابات في احدى الدوائر الخالية الرسالة واضحة ومخلصة وخالصة النية كيف يمكن ان يصدق الشعب عموم الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء النواب او انتخبكم انكم قادرون على الدفاع عن حقوق الشعب بينما انتم كل يوم معرضون من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الى هجوم مروع الى تهديد مستمر فكيف نأمن ان تدافعون عن الشعب وانتم لا تستطعون الدفاع اصلاً عن حقوقكم وعن انفسكم ما بين اتهام بالتعامل مع مراكز ضد مصر او التدريف في جهات معدية او الانتباء لتنظيمات او منعكم من التصريحات او الكلام عن الاقتصاد هذا يضر الاقتصاد المصري وكأن نواب برلمان مصر يضرون الاقتصاد المصري حين يبدون رأياً او يعبرون عن موقف بالفعل السؤال في رسالة اليكم من تحت الماء ومن فوق الماء وبالماء ومن غير الماء كيف يمكن ان نصد قدراتكم على الدفاع عن شعب مصر وحقوقه بينما انتم لا تقدرون على الدفاع عن حقوقكم انتم شخصياً اشكركم والتقي بكم غنم باذن الله مع ابراهيم عيس الى اللقاء مع